بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان المترجم للقناة مفاق الله بسرعة تنبيه لإصدعان النار فرسل الله تعالى أن يجعل إصدعان النار وأن يجعل إصدعان النار من البارك وأن يجعله خير وسهل وعلي شيء مفاق الله بسرعة بعض التوجيهات لأخواني ومن المسؤولي وأن يجعل إصدعان النار وأن يجعل إصدعان النار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الأخوة منصوب الأمن العام في هذه الموقعة المباركة وأنك الظور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي جمعنا بكم في هذا الوقت المناسب إن شاء الله وإنه ما يسر شرص أهالي المنطقة على اقتلاف على اقتلاف مسؤولياتهم ومنه الأمن العام شرصهم على الفائدة أين ما وجدوها وهذه علامة الخير فيهم لأنهم كسهم رجال الأمن والأمن لا شك أنه وروري للمجتمع كل المجتمعات البشرية بحاجة إلى الأمن لا سيما المملكة العربية السعودية التي هي قلب العالم الإسلامي ومهبط الوحي مشعى النوم إلى أقتار الأرض والأمن ورورة حتنية للمجتمعات لدى سيما المجتمع الإسلامة والله قدم الأمن على الرزق كما في الدعاء الخليل عليه الصلاة والسلام فبيجعلها لبلد المال ورسطها من الزمات فقدم الأمن في دعائه على الرزق لضرورة الأمن لأنهم لا يستفاد من الرزق ولا من المال ولا يحسب الأمنان والعيش الهني والأمن على الأموال والمحارب بل الأمن على الدين والعقل لها تغفر الأمن والله والله رضي الله على وعد وعدنا بالأمن بشغط قال الله الله سبحانه وتعالى وعد الله الذين آمنوا منهم أي شكل الله وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات ليستكفلنهم ليستكفلنهم في الأرض وليمكننهم دينهم لذين طوابهم وليمدلنهم من بعد الخوف أن نعم عظيمة وعد الله بشرق الإيمان والعمل الصالح وبشرق العام يعبدونني لا يشتكون بشيئا في شرط التوحيد لله عز وجل لإقرامه بالعبادة وترك عبادة المسؤ لا يشتكون بشيئا ففي هذه الصور تحققوا الآمن من الله لأن الله من طاف بها وعد أن يرزقه الأمن والأذنان وتركين في الأرض وتمركم من الدين ليمكنن لهم دينهم الذي اتبع لهم وهو دين الإسلام قال تعالوا ورطيت لكم الإسلام دينه والدين الذي رضي الله لنا كلنا نعمل إن شاء الله لتحقيق هذه الدين و القيام به كلنا نعمل الجندي يعمل والعالم في الشريعة يعمل والداعي يعمل والجنود جنود المسلمين وأبناء المسلمين يعملون لهذا الدين والحماية هذه الدين هذه الدين هذه الدين الحفظ العديدة حفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسف وحفظ النسف هذه القرارات الخمس يجب المحافظة عليها وبمقدمتها حفظ الدين حفظ العقل حفظ الترهيد الذي هو الأساس وحفظ العقل وكلنا على اكتنا أعمالنا ومسؤولياتنا كلنا نعمل لهذا الدين و لهذا العقل ولحفظ في الغرورات الخمس وكذلك حفظ الاجتماع والجماعة حفظ الجماعة من الانشقاء ومن شقع السطاع فكل هذه وررات وخافظ عليها بجهلنا وجهودنا بعد توفيق الله سبحانه وتعالى وأنتم أيها الجنود في مجالكم أنتم على خارة عظيمة أنتم على خارة عظيمة لحفظ هذه الغرورات على المسجنين نسأل الله لكم الإعامة والتوفيق والتسبيق وأن وأن يثيركم الأجر العظيم على ما تقومون به وفي الحقيقة كل مسلم فهو من رجالنا كل مسلم فهو من رجالنا يتعارم وإذا يكون رسمياً فهو يتعارم مع الرسمي لأن الأمن للجميع ليس في خلالة معينة وشخص معينة الأمن للجميع وكل مسلمين كلهم كلهم رجال الأمن لكن منهم رجال الأمن رسمي ومنهم رجال الأمن مختصفون لأن الأمن للجميع فالمسلمية عظيمة أولاً أنها تسقل مع توجد الله سبحانه وتعالى تسقل إن تذكر المسلم أنه يخدم ديناً وأن يخدم إفواناً يخدم بلناً فإنه يسر وتسروا عليه المهمة إذا نظر عليها ما ترتب عليها بخير تسروا عليه وإذن الله والله في عمل العبد ما كان العبد في عمل أخير والله جدا وعلا قال وتعروا على البي والتقوى وقال موسى لقومه عليه الصلاة والسلام استعلموا بالله واصجروا إن الأرض لله يرثوا بإسعاب العباد والعاقبة للمتقين وأنه في جهاد ليس الجهاد مقصوراً على خوض المعارف ألنعم ألرأس الجهاد ولكن الجهاد يتنوع كل ما فيه حماية لهذا الدين ولمصالح والسنين فهو جهاد في سبيل الله فأجروا بالخير وتناصروا فيما بينكم وتشارروا فيما بينكم في مهماته وعليكم بالرفق في مواضع الرفق والقوة في مواضع الله ليس على الرفق الدائم ولا قوة وإنما كل شيء في مضرح بعد تقوى الله سبحانه وتعالى أول شيء تقوى الله لا يقول للإنسان خدر غير تقوى الله سبحانه وتعالى وحماية المسلمين ونصرة هذه الدين فأنتم بعد الله سند لكل مسلم في أداء المهمات الناس ينعمون في وجوتهم آمنين بسبب وجودهم بعد توفيق الله عز وجل فالله جل وعلا 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 أن يؤمن من آمن به واستقاما على دينه ولكن لا أبناء من السماء من السر لا أبناء من أسفاته تُبذل للأمن لا أبناء من أسفاته تُبذل للأمن قال تعالى وأعلمون لهم ما استطاعتم من قوة من رباط الخير تُرهبون به عدو الله وأعلمون وأخلين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمون فلا شك أن الأمن والنصر لا ينزل بدون سبب من ينزله المسلمون فإذا بدلنا سبب أن ننازل وفق الله جل وعلا لنبعه إلي سبب مع التوكل على الله يُبذل السبب مع التوكل على الله فلا أبناء من السبب ويترك التوكل على الله ولا أبناء من التوكل على الله يُطرق السبب لا بد من الأمر النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر والذي وعده الله عز وجل أن يحميه من الناس كان يحيو عدل عدة حتى بيس بكامل يمس يلبس أهبة الحر والمغفر يحمل السلاح مع مرمو محفوظ بحيره الله عز وجل ولكن لا بد من فعل الأسباب لا بد من فعل الأسباب النافع والأسباب كم تعلمون أسباب كثيرة متنرعة وكل شيء الله والأسباب تناسبه والحقيقة أنكم على ثابة عظيمة من ثبور المسلمين وأنكم على أجل عظيم إذا أخلصتم من دينة لله عز وجل حافظتم على دينكم حافظتم على صلاةهم في مواقفها حافظتم على أمور دينكم فإنكم منصرون بإذن الله ومؤمنون بإذن الله عز وجل ولا ينصرنا الله من ينصره إن الله هذا القومي العزيز الذي يمكنناه المزار أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بإذن الله ونهوا عن المنقر ولله عاقبة الأمور أعتصموا بحمل الله توكلوا عن الله وانتبهوا خذوا حذركم كما قال الله جل وعلا وخذوا حذركم فنبهوا ولا أعدى كثيرون من الداخل والخارج ولكن هم مخذرون بإذن الله أمام الحق بل نقره بالحق على الباطل ويدمر فإذا وزاق وقل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهور والحق بيحتيهم تمثلا بهذا الدين القيم الذي هو حق الله وصراطه المستقيم فهو بيحتيكم والحمد لله وبيت كل مؤمنين وبيت كل مستقيم فالشامل لتحقيق هذا الاعتصار بحق الله محافظة على الرائع لله اجتناع ما حرم الله خلاص نية لله عز وجل احتساب الأجر من الله عز وجل التعاهم فيما بينكم واتشاروا فيما بينكم لمواجهة المشاكل وقلولها والله جل وعلا مع المؤمنين مع المتقين مع الصابرين معينة الخاصة تقضي النص والتأييب والهرب والله مع من لتقاء مع من أطاع مع من صبر على طاعته مع المسلمين والله جل وعلا يعينهم ويسدد خطاكم وأن مجدهم من نصف والتوبيق وأن يحذل أعدائكم وانتربسين للمسلمين أن يحذل كل أعدوم داخل وخارج ترهبون به عدو الله وعدوه وأخرين بلونه تسون من المسلمين فإعداد القوة المناسة يرهب الله بها ويقع في المسلم الرر سنرضي في قلوب الذين فهو الرر لما أشتركوا بالله وإن كان معهم يسحى فكتاك وإن كان معهم قوات ولكن الله يرضي في قلوبه الله يكفر أنهم كفر كما أنهم يرضي أبوها في قلوب المؤمنين لأنهم مؤمنون ونحن ونحن والحمد لله ما دمنا متفسرين لديننا متصلين بحضل الله ما دمنا متناسرين فيما بيننا ما دمنا مناصرين لولاك أمورنا وقاملين بما وكلوه إلينا على وجه مطلوب ما دلنا كذلك فإننا نرجل نصر من الله والتوبيت من الله صلى الله وعلى مبينا وعلى مقاملين وعلى مقاملين ملاحظم دعونش نحن نحن Caitlin نحن 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 وقبل الراحة سكرة يوضع صلاة الراحة العديد تسمعنا بذلك تسمعنا فلا هو النطر إذا خشي إذا الهلاف العطى الشروجوع فإنه يفتق هذا إذا كان الحطر أما إذا كان مسارا فإنه يفتق يأتي السفر نعم ففلصات الدمعة بالنسبة للمسافر أو لهم المسافر رجل جديد مع أجزاء الدمعة أن لهم ذلك كم يفضل منه مسافر ليس عليه دمعة لكن إذا أورا مع المسلمين صلاة مع المسلمين أجزاء تعمل بور وإنه ليس عليه دمعة ولا يجوز أن يتمع معها الأسطر لأنها ليست من جلسيها ولأن هذا لم يدد لم يدد له دليل ولم يكن من عمل السلب الصابق ما يجمع أصر على الجمعة تصدر بها فتوى أو أخر فتوى من اللجنة الدائمة نعم يقول مرحباً تأشيرات لا نظام الاستخدام له نظام يرجع إليه أما منعه النظام لا يجوز مخالبته وما جاء له النظام فالمسلمون على شروط نعم سأقول معكم صيد الطيور في الليل الليل فيه خطورة وانتشارة لأعوان قد لا تراها ففيه خطورة فرقه أولا نعم يقول بعض الرجال الآمن يرتبط الدمان يسلمون أحباب وجمعة التدليل ويخرجوننا هل من توجيه؟ هذه خيامة لنعمل يخرج يترك عمل ويرمع جماعة مخالبة لما عليك هذه البلاد في عقيدتها ومن هجيها هذا لا يجوز هذه خيامة لنعمل خيامة يولي من الأمر مخالبة لمن أجاه هذه البلاد هذه جماعة يستقع على من أجاه هذه البلاد لها من أجاه خاص نعم يقول إذا جامع في نهار رمضان ولم يمزل فهذا يفضل وهالعبي الكفار بنفسك ترمي إذا جامع وأولنس ولو لم يمزل فمن تترك تبعه أحكام الجمع من التساء ومن الإبطار ومن الكفار المغلو نعم يقول إذا كان يا أحج الشخص طالنا وحضر إلى مكة في اليوم الثاني ثم رجع إلى تجدو ومعه زوجه فهلا هو أن يجامل أضل الحج مننا القارنة قالوا وهمنا أنه ودي أعمال الحج منه القارنة أما إذا كان مترتع وأدى العمر وتحذل منها فلهو من جامع قبل أن يأتل في الحج قبل أن يأتل في الحج في الفترة بين العمر والحج لهو من جامع على المترك الملقى ولا يزال بإحرامه من الملقى حتى يؤذي مناسس للحج يوم العين أو من أعداء يقول معكم من قاها لتوكل على الله ثم عليك لا توكل على خاص الله أما التوكيل هذا يجزء تقول وكادك ولكي بولانك أما التوكل هذا الأرض خاص بالله عز وجل لأن التوكل على الله عبادة توكل على الله من الماء العبادة وهذا الأرض خاص بهذه عبادة نعم يقول بأخو القضايا المهمة قد تحتاج بالاستعانة بالجن لمعرفة المجرر فهذا مبارك لا نادى الشرك ولا يستعانى بالجن أيضا لا نادى الشرك الباطئين عموما سواء كانوا غائبي لا نرام وكانوا من الأرض لا يستعانى به معنا معنا الجن يكون فيه شاقي مرضة لا يكون الاستعانة نعم يقول أنا أقول إن يخل الدفاع المدد مباشر الحوادث في نهار ومضاء فهل الدخان نعذر عن حراك البيوت تفطر وهل علينا شيء تزرق الله فإذا لم تخص تسمعه ودخل في أمك أو العدد ولم تخص فلن ورد نعم يقول ونحن في الصلاة إذا سمعنا جرس الحوادث هذا من جل الدفاع المدد هل من طبع الصلاة إذا كان هناك خطر يقتل طبع الصلاة لنقاب غريق ونقاب إنسان من موت فتطبع الصلاة نعم والشيء فهم السؤال وهلنا صلاة دموع داخل المطاب العسري إذا كنا مستنوي ومراضي إذا كان في جامع مرخص مني شرعا تصل للمعام ما إذا كنت في جامع إنت يسر صلي مع المساعدة التي حورك صلاة الجمعة إذا بلس عدتنا ترافق في عامل الصلي نعم يقولنا لجاء الأمن العاملين في المروب نشترك في تحديد مسؤولية حوادث المروب ونجتهد بذلك ولكن قد يكون اجتهاد خاطئ وعن السنية فهل يتخذ بمثلا شيء إذا كان الاجتهاد حسب الضوار النظامية الشرعية واجتهدتم في تطبيق الإزعى من المشاعدة والخاطر أما الخطأ الذي ليس ناتجا عن ليس ناتجا عن تطبيق أنظمة أو عن معاناة وتأكر من الواقع ألا يجلس نعم يقولنا أنه يجب استخدام من غوة ووضعت في تحقيق مع المجرمين إذا كان من أكتغم إذا كان من أكتغم قوية إذا كان قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس اليهوبي معداب لما أنكر شيئا عنده أو شيئا أنكر شيئا قد طلع عليه وأبى مخفر عنه أمر النبي صلى الله عليه أن يقل أن يمس وعدا حتى يمين نعم يقول أما إذا لم يكن من أكتغم لا يجلس نعم يقول رجل النهم عند اغتكاب خطط غير من الصدور ولكن طبيعة العمل يفرض عليه وقوع بذلك مثل ما جلنا باللي قبل إذا كان حسب النظام وهو ليس عن هو إنما عن محاولة لتطبيق هذا النظام إلا أنه هو في صلح الجن الإسعاد في الوقت نعم من يقتل من تفر إرهابي رجال الأمن هل يعتبر من الشهادات حسب نيته إذا كان نيته إذا كان نيته نصفة الإسلام والمسلم والمحافظة على الأمن والقبل على المجرم فإنما إلا أنه من الشهاد نعم يقول يحصل في بعضنا وقال تأخذ في الحرور للعام وكذلك باقل أحيان وخروج طرن نهاية العمل للوقت القصير هل يحصل نهاية الميذات وكيف يكون التعوي نعم أنه يخال بالنظام يخال بالعام علي وميذك إلا إذا كان هناك عدد شري أو عدد نظام إذا كان هناك عدد فإنه لا حق تعلي أما إذا لم يكن ليس هناك عدد فلا يجب السهل لأن العمل أمان نعم يقول قد قد الوام قتل مغلوم ويقوم بواجه وقد أمر وليب أمر حبي الله بصر تعوي من المغار المالي ومسك لذلك المتوف فهذا ما تريد يقتل في تلك نعم يقتل بالتك إلا إذا كان للأمر خصصه قال لكل من ورقة الميت إذا خصصه لأحد ورقة ولا ما إذا كان ندخل أفل الميت كاب أتلاه على ما حصل منه إنه كل للبط نعم يقول هل هناك أدرياء مخصصة للصلاة الخاصة من الضبوع والسدود وهل هناك أدرياء تبطي الصلاة نعم هل هناك برقور والسدود مطلوبة أمور بها وخصوص عن السدود قال صدر عبد السلام فأما السدود فأكثر فيه من الدعاء قاملا فأقام أن يستجاب لكم وأمر كل فعظ فيه الرب ويقع بما تجسر مما صالحين ودنيا مما يسر الله مما ورح ومما لا يخال في الواحد وبلاد وهذه فرصة فرصة له أن يدعو ربه لأن أقرب ما يكون العم من ربه وهو ساد نبيها والتي سبحان المتدهيد بتحصيله أول شي كتاب الله عزيز في الانتلاب القرآن والانضراءة الأحاديث الصحيحة ومن اقتصاص في العبد بالفرق بالنوعد اقتصاص الذي يرغ مؤلقها بالعلم والثقة تقوى نعم نسم الله التوفير من الجميع ترجمة نانسي قنقر